زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل والتي وصلت إلى أربعة ألاف متر مكعب في الثانية تسببت بغرق عدة مناطق قريبة من حوض النهر منها منطقة سدة الرشيدية المنطقة الأكثر خطورة فهذا الرجل غرقت مزرعته التي كان ينتظر حصاد محصولها الأول في العراق حسب قوله من محصول الثوم الفرنسية ليلقي باللوم على الجهات الحكومية التي لم تبلغه بالخطر المقبل قبل أقدامه على مشروعه الذي خسره في أول تجربة بذورها كلها نوع خاص كل بذور فرنسي يعني يظل أقلع شهر كامل شهر كامل وأقلع البذور هذه البذرة لازم أسترد قد التفاح عندي والمفروض قبل الفلاح ما يزرع يجي يفترع المزارع حوض النهر أو القريب عن النهر يبلغهم يقول لهم لا تزرعوا مساحة واسعة فيضان نهر دجلة تسبب بسقوط عشرة المنازل في المناطق المخفضة ومنها منزل هذا الرجل بمنطقة بيسان بالشطر الشرقي من الموصلة والذي طالب الحكومة بتعويضه مع المتضررين جراء الخسائر التي تلقوها بيوتنا ساعة جايقة يعني من تين فرد ما حلالنا راحت شوف الطايف والماء نريد مساعدة من الحكومة يعني موية ساعة ساعة جاي ساعة عندنا وغراضنا راحت كلها راحت تمسط بالماء نطلب من الحكومة يساعدنا نريد مساعدة من عنده المتضررون انتقدوا الدور الحكومي في مساعدتهم واتهيئة أماكن أخرى يلجأون إليها لحين انقضاء الأزمة وهم بأمس الحاجة لحلول عاجلة كونهم يعتمدون على زراعتهم في قوتهم واليوم بدأوا بشد رحالهم دون هدف خلية الكوارث وقائم مقامية الموصلة قالت إنها أبلغت جميع المناطق التي تتعرض لخطر الغرق بضرورة أخذ احتياطاتهم مؤكدة من جانبها العمل لاتخاذ الاحتياطات الواجبة لتأمين الأهالي من الأخطار لدينا احتياط كامل من حيث المناطق التي قد تشكل خطورة الانذارات والتبليغات وصلت جميع المواطنين من خلال دائرة الدفاع المدني والإعلام مشكورا هناك لدينا مشكلة في جسم سد منطقة الرشيدية وتتخوف الموارد المائية في نينوى من حضوث أمطار وسيول أخرى مع استمرار زيادة إطلاقات السد المائية لعدم تمكن الأنهار الفرعية والوديان من تصريف مياه السيول في مجرى النهر من الموصل هيثم أحمد الحرة